حذر وزير الخارجية سمح شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وخلال استقباله نظيره نيوزيلندي وينستون فيترز شدد شكري على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقراره بشأن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وجدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهدير القصري لسكان غزة أو الاغتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية